اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تزال هناك انظمة تطلق على انفسها انهم بشر وهم منزعون من البشرية ويتم يتقوم باستخدام الاشخاص كسلع في انتهاك صارخ لحقوق الانسان ونحن هنا نتحدث عن مخيمات تندوف حيث تغيب ادنى معدلات الانسانية وهناك امثلة صارخة على انتهاك حقوق الانسان والكرامة الانسانية وهناك بعض الاشخاص يتم اختطافهم وطرفة جهود اعادتهم الى ذويهم وهي مستمرة من عام اثنين وثمانين حيث يتم تجنيد الاطفال في شبكات للعرض والطلب ويخضعون لشبكات اجرامية وارهابية متخطية للحدود الوطنية وندعو المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر الى وقف هذه العملية المنهجية التي تحرم الاطفال من انسانيتهم ومن طفولتهم والدول المضيفة هي دولة المضيفة هي التي تتحمل مسؤولياتها عن هذه الانتهاكات ولذلك فاننا نضع الحكومة الى الامتثال لالتزاماتها الدولية لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر